اسمعي ليس هاي رضيات غريبة يعني أنتوا تخلون لو صح لو خطأ لو أبيض لو أحمر لو أبيض لو أسود عفوا لو لا يكون لديك شيء أولا أنت تكون منطقين بالطرح يعني أنا أدعو ضيفك الكريم أستاذ أحمد قلت أستاذ خليل أستاذ خليل الله يحفظه إن شاء الله أدعو لا لو يرسط شوية ويعيد قراءة الأحداث بالجديد ويراجع أنه أكو أحداث هاي مضت هذا ممكن كان الكلام نحن لا نثق بحكومة الكاظمي صحيح لأن راوغت وذهبت إلى تلجلسات وقدمت طلب وهذا الطلب قدمتها بثلاث شخصيات دزت السيد وزير الخارجية السيد فهد أسين برأي ودزت السيد آسم العراجي مستشار الأمن القومي برأي ودزت مستشارها الخاص برأي آخر وطلبت أن الموضوع يمتد لثمان سنوات وطلت تعهدات أن تلملم الموقف إلى أن الحمد لله انجلت غبرة هذا الموضوع وانتهت القضية في حكومة السيد السوداني التي هي منتج وطني للإطار الذي هو مشكل من المقاومة ومشكل من قوة سياسية الأخرى وحس حتى حس بالدعوة مقاومة سيد المالك شنو رجال تفاق أول يمس ذب السلاحة على موضوع يحفظ الأمن الدولة العراقية ويأسس هذا موضوع طبيعي جدا ماكو حالة انسلاق مابينات هذا أنتج السيد السوداني وحكومته كان جزء من عملية الرفض للأمريكان هو أن يكون ضمن البرنامج الحكومي وتم التصويت على البرنامج الحكومي أصل التكليف للرئيس الوزراء ليس ترشيحها أصل التكليف التصويت لا برنامج صوتها على برنامج فيه إجلال القوات الأمريكية ذهب للتفاوض مع الجانب الأمريكي نفتح الجلسات من ضمنها يابهدئوا الأجواء لا صار أصف ولا استأدينا واحد ولا ضربنا رغم أنه بحلقنا دم ومكتول حجر آسم وابو مهدر رحمة الله عليه وقادة عسكريين ومضلوبين في داخل بغداد ومضلت الأمور بالإجراءات القانونية والسيد فاق زيدان متبني هذا الموضوع بإجراءاته وثبت إجرام ترامب في هذه القضية هذه كلها هذه القضية إلى أن جيت أنت بمعادلة أخرى هذه المعادلة هذه بالنسبة لي كدولة عراقية ما أقدر أسكت عن استهداف مباشر لهوتي الوطنية وهوتي العراقية لأن أنا رافض للتطبيع ومجرب التطبيع أن تستهدف غزة وهذا موضوع صريح سيد سوداني بروسيا حتاها في مؤتمره وحتاها في مؤتمر الخليج وحتاها في القمة العربية